اليوم عندنا لعبة رعب يابانية لا تدنوا ما معناته يا جماعة أنا أنت اليوم راح يكون عندنا رعب غير طبيعي أوكي سيد اشترح لنا فكرة اللعبة قصة اللعبة أنه أنا طالب وراجع من المدرسة الليل وفي الطريق ما رايح لبيتنا فجأة أقابل بنت غريبة جدا وشكلها جدا مرعب والمفروض ما تكون جارتي بس دقيقين يا سيد كيف راجع من المدرسة الليل والله سؤال منطقي بس يعني هو سوى اللعب بالطريقة هذي نشتخلني وقال لنك بترجع من المدرسة ويكون الليل فالمهم قبلنا تريبها المدرسة لا تسوى زروا اللايك اشترك معنا في القناة وفي عزر التنبيهات ولا أعدكم أي لعبة رعب أسطورية كتبولي اسمها تحت ممكن نحن نلعبها المرة الجاية ولا تنسون بعدنا بنوصل إلى 22 مليون مشترك فاشترك معنا في القناة أما الحين خلن نبدأ هذه لعبتنا يا جماعة على طول وخلن نضغط ستارت ونبدأ مع بعض في لعبة الرعب اليابانية الغريبة عشرة واحد وعشرين شنو يعني واحد وعشرين عشرة شنو هذا بالضبط ما فهمت بسم الله الرحمن الرحيم انزين أنا حاليا متأخر ورايح للبيت والمكان اللي احنا موجودين فيه كله مظلم وحتاج ان اروح البيت بشكل سريع حبيبي شنو مرجعك من المدرسة الليل ماذا توقع ان اتأخرت عني في الطريق يمكن قاعد ارجع مشي انا وتأخرت في الطريق هذا شنو بعد مكتوب ان احذر من الاشخاص المشبوهين اوكي اوكي معلش معلش ان شاء الله بحاولني احذر بس يعني المكان ما يبشترو بخير انا وين ساكن اوكي يمكنين ان انا امشي تقريبا بشكل سريع وفي احد جاي توقع انها هذي اللي يتكلمون عنها اوكي بسم الله الرحمن الرحيم اه سلام عليكم شا السلفة هاي شواقفة وجي شا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم هذي منه توقع ان هذي اللي يقصنوا يا جماعة هاي شكلها جارتنا المهم فريقي ذاك المسجود وفيه عندنا تصل لمنو يا زيد تتعرف احد انا وقوي خلنا ارجع لبيتنا بس والله الشارع ظلام قاعد اقول الشخص اللي توه يبين عليه شخص خطير اللي هي البنت اللي تونا شفتها فانا حين قاعد اقول لنفسي انا خايف ولازم ارجع للبيت بسرعة يوالله كمل يا سيد طريقك لانا كأن البنت ديك غريبة شوي اوك انا ما عرفوا طريقي صحوة انا شفينا حين في قشعرير مليون وش دا حبيبي نضفوا شوارعكم جيراننا شمسوين خلنا حاول نركض بسرعة لانا قاعدة تمشي على راحتي انا ما دلش قاعدة تمشي على راحتي خلنا نركض بسرعة بس عشان نلقي البيت حقنا هذا هو اوه يا حد ايه مش تالفة اوه الحباب هذا اش فيها قاعدة يسوي رياضة قاعدة يسوي رياضة اشرب لي شيء حبيبي لا يتشرب شيء يرجع للبيت بسرعة لانا داك غريب وهذا ما دلش فيه قاعدة يركض رياضة خلنا نقول بس رياضة نصل ليل اش كرا تسوي رياضة الحزة قاعدة يرجع بيتكم مو وقته المهم طريق مسكر يا الله قسم بالله مو طبيع الشارع ليش المكان ظلام بزيارة ما في احد يعني قصد ان المكان ظلام وفي نفس الوقت ما في ولا ادمي في الشوارع ما في لداك اللي قاعي يركض وهذا ليش المكان فاضي بالدرجة هذي ما ااخد شيء اتشار من الحين سيد ارجع اروح بيتكم خل عنك العشاء اللي بتشربها والي تاكن اروح بيتكم تاني يسوي لك اي شيء في البيت في البيت في البيت يقول لك في البيت خل عنك البيت وش صار الكاميرا ليش تحركت لحالها اه اوكي هذا بيتنا اوكي جماعة لقيت لقيت البيت حقنا انا ما سكنت اللي في اخر طابق مو مشكلة مو مشكلة المهم خلونا نروح ونركب السلم بسم الله الرحمن الرحيم في احد اوكي بعد طابق واحد حس بصير شيء هني اوكي حلو جيران نتكفل لا حي يفتح الباب ها لا حي يفتح الباب يخوفني هذا 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 بيفتح الباب اوكي ما اخاف انا ما اخاف المهم الحمد لله على سلامتنا يا جماعة ووصلنا للبيت حقنا استهل زر لايك اضغط زر لايك الحين وذاك اشترك اشترك معنا المهم اول شيء ما يرشغل النور الو كان في صوت غريب الصوت شنو اوه هذا غريب اعتقد اني انا نسيت ان انا طف في التلفزيون اوكي تصير تصير يا جمال سيد شغل نور البيت شغل نور البيت قرب هني شغل نور البيت احد يجلس في البيت بالظلام بالطريقة هذي الممسكر الباب على طول النام النام ولا اش نسوي ولا نقل على البيسي النام النام مفروض ما عندي مهام حاليا فيقول انا حاليا يعني خلاص مرهق فخلاص بنام الحمد لله يا جماعة النام اول ليلة عندنا في بيتنا الجميل فالحين تاريخ 24 عشرة مش الصوت اوماي جاد اليوم اللي بيحد انا شعندي قاعد ارجع من المدرسة الليل يا ليل يعني بالضبط نفس الشي اللي سوينا برد نسوي مرة ثانية وبنرجع مرة ثانية من المدرسة بسم الله رحيم شله بي صوت غريب تهوه الو كأن الشارع اتغير ويت وش اللي شنو انتظر شنو هاي هاي السلام عليكم شتو منه بوليس الشرطة يا جماعة يقول انا الشرطة وانا سيد شرف فيك يسألني الشرط يقول لي شقاعد تسوي في هني في الوقت فجاوب عليه ويقول لي انا رايح البيت الحين انا في الطريق للبيت ان شاء الله يقول في هذا الوقت من الليل هالشرط يقول انت مشبوه يعني هو تقريبا شاك فييني في شي بس ما ادري شنو فقال انت مشبوء بس يبين عليك انك يعني مو قاعد تكذب ايه والله ما قاعد يكذب قال يقول لك الصدق اه راح يرايح لبيتنا ويقول بعد ان يعرف هالشي من ملامح وجهي يعني فما سويت شيء ما سويت شيء فيقول لي علي تحال هل انت دائما تروح لبيتكم من هذا الشارع فقلت لا ايه انا لأمن امشي على هذا الشارع لما يكون عندي طبعا محاضرة في الجامعة طلعا الجامعة جماعة مو مدرسة يا الله يا اخوة مو مشكلة مو مشكلة خلاص بس يعني اكيد يعني جامعة مدرسة الحزة ما تصير فسألني الشرطي وقال هل مريت على هذا الشارع قبل ثلاث ايام بسألنت ليش قاعد تسألني السؤال هذا بنا يفكر الشر بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يقول لجماعة ان في عملية قتل صارت هنا قبل ثلاث ايام والضحايا كانوا زوجين فاللي قتلهم اول شيء قتل الزوجة اللي كانت نايمة بس دقيقة هذا الشرطي ايش قاعد يخبرني عن التفاصيل الجريمة اللي صارت وبعدها الزوج جل البيت والجاني او الشخص المجرم يعني خلص ايضا على الزوج فبالطريقة هذي المفروض انه صارت الجريمة هذي ظهر المجرم يعني بعد ما خلص على الاثنين كمل عليهم زيادة بعد يا ساتر هذا مجرم كبير يا جماعة الله يستر منه فيسألني يقول هل انت مش تبه بأي احد يعني بطريقك للبيت ايو والله اني مش تبه بأحد ايو والله اني مش تبه بأحد فبقول لان انا شفت بنت دقيقة 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 انا شفت اثنين اولا انا شفت بنت لابسة احمر وايضا شفت شخص يركض فوش اقول له هذي وهذي وش اقول هل البنت انا ما شفتها ما سوت شيء كان شكلها غريب بس ما سوت شيء لكن شفت شخص يركض يقول شخص يركض يقول انه ممكن هذا شيء يعني يكون دليل مهم في القضية هذي وبعد انه يبيعرف معلومات اكثر ان شاء الله عن هذا الموضوع بس ما راح يكون اليوم انه حالي الوقت جدا متأخر ويقول لي خلاص روح بيتكم السلام عليكم اخ شرطي لما بخلنا رجع بيتنا جماعة انا ما تكلمت عن البنت اللابسة احمر لانه هي شكلها غريب بس في نفس الوقت يعني ما اعتقل انه هي بسم الله الرحمن 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 في احد وراءنا سيد اركض سيد اركض سيد اركض سيد اركض سيد اركض رفي احد ماذا شنو يا جماعة اللي قاعد اصير شي غريب اللي قاعد اصير شي غريب انا اعتقل اني جيبت العيد كان المفروض اقول الاختلاب ساحمر اتوقف حبيبي الحار اليوم ظلام بزيادة احس وش الصوت لا اله لله لا اله لله لا اله لله لست قاعد اسمع صوت كعب قاعد اسمع صوت كعب يا جماعة يا ستار ستري ستار ستري ستار وش هذا في غربان حبيبي غربان مين ارجع لبيت يا رب ما حق علي لحقني يا اه في شي علي لحقني اركب 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 انا مو خايف اريت اخب اين توقف اي طابق حنا مادر هذا هذا اتوقع هذا اخر طابق اخر طابق اخر طابق أي واحد هو بيتنا إذا ما خفضني هذا وهذا هذا 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 يا جماعة الحمد لله رجعنا البيت الحمد لله رجعنا البيت ما أشوف شيء يقول إنه أبلاً ما أعتقر إنه في جريمة موجودة في الحارة حقتنا وخلاص أنا ما أبقى أروح للشارع هذا مرة ثانية أبلاً بإذن الله ما روح أروح للمرة ثانية المهم اللي حين نجوعان أحد يفكر بالجوب عن الشي اللي توه شافه والشي اللي صار توه فيعني يتساءل إذا في شيء موجود في الثلاجة يعني راح يفيني مع حبيبي دقيقة شغل أنا ما شغل شغل إضاءة بس شغل إضاءة حقة البيت خلنا بس دقيقة نشغل إضاءة البيت وبعدها نفكر والله ما أشوف شيء المهم ثلاجتنا وين هذه هي أي ثلاجتنا كيف أطفي النور ما أدري حبي شث ثلاجة الخربانة هذه ما أشوف شيء فيها أيوة 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 لقيت شيء يا جماعة بس في حق يطق الباب آه بالطريقة أشغل وطفي آه المكروي بفوق أوكي حط سكر أنا سمعت صوت أحي يطق الباب بس ما أعتقلنا خيار صحيح خلنا نشوف في أحد هلو ما في حي يا جماعة أنا ما أدري من أنطق علينا المهم خلنا بس نسوي لنا أكل بسرعة قاسم بالله جواة كئيبة كئيبة الله يعين الله يعين بسم الله الرحمن الرحيم يا حمي من تحت الخائف حتى من المايكرويف حتى من المايكرويف شو فيه فتح لحالة هو فيه مايكرويف فتح لحالة يا جماعة والله مساتر هذا صوت أكل المهم أكلنا يا جماعة الحين بيكون وقت النوم ممكن أن تسكر الماء هذا ش فيه مايسكر ولا يضبط ولا شي خلنا نروح ننام طب النور مو صح مو صح مو صح يا سيد شغل شغل أيوا هاي مو الصوت حق الطائرة حق نربط لحزمة لا فيه حط طق الجرس يا جماعة رقيقية فيه حط طق الجرس حق البيت خلنا يطل هلو في أحد بسم الله الرحمن الرحيم انت شون دخلت في الباب سلام عليكم آمنوا يا أخوان هذا شخص لابس قناع بس شال فتا آمرني يا طيب ش عندك ش السالفة يسألني هل أنت استقلت مؤخرا استقلت من شنو بالضبط آمرني يا طيب رديت عليه أنا وقت لقي هذا صحيح بس السؤال أنا استقلت من شنو بالضبط سألت أنت منو قال لي من الأفضل أنك تنتبه انتبه من شنو يا جماعة ش السالفة يقول أنه شاف بنت غريبة قاعدة توقف قدام باب غرفتي أكثر من مرة حبيبي حبيبي هذه ما غير أنا متأكد 100% الله يعيننا الله يعيننا الله يعيننا مشكور يا الطيب فيقول أن الشي كان مخيف بزيادة فلهذا هو جو خبرني عن الموضوع هذا والله أنك ما قصرت يا الطيب يقول خلاص هذا كل شي أشوفك على خير مع السلامة يا الطيب مع السلامة مع السلامة يا الحبيب إذن عرفنا أن البنت الغريبة ايوه ايوه هذا شنو شو اللي صار هنا يا جماعة في شي صار مادري أعتقد في شي الرمى بس مادري شنو المهم أنا نمت وحاليا 21 عشرة وش للصوت ايوه هذا شنو مجد الفيديو شخص قاعد يمشي جا اتصال ايوه يقول هلو مرحبا زين زوجتها تسألة زوجتها اليوم رح يكون عندك وقت زيادة في الشغل يعني رح تشتغل بشكل إضاءة ساعات زيادة قال لها إيه فقال لها أن أنا كنت يعني مشغول يعني في الشغل في وقت متأخر المفروض وقال بعد إنه ما رح يقدر إنه يرجع في الوقت المحدد هذا الشهر يعني ببساطة رح يتأخر المفروض فسألها أن ليش متصلة هذا أمر نادر إنه تتصلين لي ووش صاير بالضبط فردت على طول الزوجة يا جماعة وقالت له عندي قصة جدا مهمة لازم أقولها لك أبي أكلمك في البيت فلهذا تعال البيت هي أقرب وقت ممكن يا جماعة هذا يتوقع قصة الجريمة اللي صارت إحنا حاليا شفنا مع بعض قصة الجريمة كيف صارت بالضبط بس أنا شون قاعد أشوف هل أنا حلمت يعني ولا ما أدري المهم أن أنا شفت القصة بالضبط الحين بسم الله الرحمن الرحيم أوكي توقع أن أنا حاليا الزوج يمكن المهم أنا حاليا في البيت فسألت نفسي هل زوجتي الحين نائمة طبعا ظلام وليل فأنا رايح راجع الله يستر أوكي شغلت المص الصوت شنو صوت ساعة في شي مر ولا تخيل أنه في شي مر ولا تخيل أنا أتوقع أن أتخيل ما أدري مو متأكد لا في شي فعليا مر ولا لا هذا الله يكرمكم الحمام وهني واضح أن هذا المطبخ هلو في أحد في البيت هلو في أحد خلنا أركب يا جماعة والله درجة حقه مضيق خسم بالله درجة حق البيت ضيق يا أهل البيت في أحد هلبيت منه بيتي هذا بيتي مشي الله أهل البيت مسكر أيوا كشي مسكر في دم ثواني شاست سالفة برجع أنزل باب ما أدري وشت الصوت وشت الصوت والله ما أبينزل قسم بالله ما أبينزل بسم الله الرحمن الرحيم هلو يا أحد صوت صوت قطة بسم الله أيوا هذا ما كان موجود قبل شوي هذا ما كان موجود قبل شوي صوت ماي صار تقول هذا ما كان موجود قبل شوي حمام الله يقلم ممكن ما في شي في نور رح ها شو السالفة حبيبي واضح أن في جريمة عندك في البيت إذا دخلت هذا الغرفة أنا ميت بسم الله الرحمن الرحيم استعدوا لا 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 هني بعف فيه هني بعف فيه تلاجة تقول غيرها مش السالفة يا عمي تلفزيون خب في التلفزيون ما يمديني هاي في صوتها يركض في صوتها يركض يا جماعة سكر الباب متنى متنى لا 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 متنى متنى منو منو في البيت نفتح الباب بسم الله الرحمن الرحيم برجع ركا في فوق غلطان غلطان صار أحمر أحمر عن فيه أودع عني إي والله مايفتح مايفتح اوه اوه ماي мен جد كان يقول اوه لا تمازحني حلوة لي تمازحني احسين لي مو وقتها مو وقتها يعني بس اعتمزح انا حينيش النور حقه طفاه هاي النور حقه طفاه مشي السالفة صوت صوت حد يمشي هاي 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 شفتونا شفتونا صح؟ سندفك هاي 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 مشكو آه صوت الطائرة صوت الطائرة حيت أن تطرق لا 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 بقى جايينها الحزة سواجن دقيقة افتح لا 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 اقول غيرها اتك و اقول غيرها اخوان ام اوفي النور والله لو اجنوا انا اقول سيد لا خلو النور شغل اش كاي يصير اش كاي يصير دقيقة هذي البنت تخوف يقول او هاي البنت مجنونة يتخوف مجنونة باع في نفس الوقت يقول انا حين لازم اتصل للشرطة ايه روح اتصل للشرطة بسرعة بسرعة روح اتصل للشرطة بسرعة شو بسوي لوردنج على شنو وقتصلت للشرطة انا شطار اتصلت انا وقال لشرطنا راح يجوه بعد ساعتين تمام انا مستعد trabalون للشرطة ساعتين شنو سيدي من الخوف بعد دقيقتين فلازم احاول انتظر دقيقتين شو سوي شو سوي دقيقة انتظر يا ربا يا ربا يا ربا أنا مت أنا مت ما لازم أفعله ما لازم أفعله لقيتين ما لازم أفعله حرفيهم ما أدري لازم أفعله سلطف أنه قف الحمام السلام عليكم يا جماعة الله يستر صرت الدريشة ما في أحد ما في أحد جماعة هذه جنية اتمر حتى من الدريشة شلون؟ شلون أقدر أعيش؟ ما أدري أركض 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 ونجيكتين يا جماعة وين نروح أعتقد أنها قاعد جيني أعتقد أنها قاعد جيني يا جماعة ما أعرف خلنا نشرد خلنا نشرد أنا ما أدري أنا بروح أي مكان حرفياً ما أدري وين لازم أروح بس خلنا أركض في الحارة مصرحة يا جهر الحارة كلكم نايمين ما في ولا واحد صاحي ولا واحد مثل حالتي أنا هذا شينو؟ ها مطرقة ها شينو؟ إخوان لقيت مطرقة باقي دقيقة كاملة باقي دقيقة كاملة باقي دقيقة كاملة ها 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 صابي جلدناها 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 يا جماعة فيقول لك طبعاً بعد ما خلصنا عليها الشرطة طبعاً وصلوا بعد فترة بسيطة ولقوها موضع الملاعب في الحالة هذه طبعاً قبلوا موضوع أن أنا كنت ألافع عن نفسي فما سجنوني وبس الحمد لله يا جماعة قدرنا أننا ننجو بنفسنا لايك واشتراك تابعوا المقاطع هذه سلام